تبيانا نزل القرآن وأتى في السنة تبيان فكتاب الله لنا نور والسنة دوما عنوان مصباحا نجعل هديهما إن أظلم بالناس زمان ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهم الإنسان في مشكات ننشناها تدعى أحبابي تبيان تدعى أحبابي تبيان ولا مدبرا ولم يعقب دون التفاتة أو إحجام فبدى واثق الخطى سريع الإقدام يسارع الزمن للوصول إلى هدفه تحقيقا لفكرة عابرة مرت أمامه ولكن الطريق كان وعرا إلا أن الإصرار كان رفيقه ولربما لاح في الأفق سواد دامس ولكن لم يثنه ذلك عن مواصلة المسير حف طريقه بالمخاطر ولكن بصيص أمل كان يدفعه دفعا وثمت أحلام راودت خياله فكان ذلك كافيا له فعزيمته كانت أكبر من أي وساوي ستعثر خطاه نعم ما أجمل أن ينضي المرء واثقا ولكن مهلا فهل لا تريثت قليلا وحسبت حساب العواقب وهل لا أمعنت النظر في كل حاضر وغائب فلربما حققت حلمك دون تلك المخاطر فليست تريث قاتلا أمالا ولكن العجلة قتلت أنفسا بهتانا وبحكمة ووعي نحقق المرادة فإن أردت فلا تحجم ولكن حاذر أن تكون نهايتك النداما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هناك موضوع في غاية الأهمية خصوصا في هذا الوقت لأننا نحتاج فيه إلى تقدير حركاتنا وسكناتنا وأفعالنا وتصرفاتنا وأنزل الأمور ما هو هذا الموضوع؟ إنه مراعاة العواقب والمصالح والمفاسد النظر في المآلات ما موضوع المآلات؟ المآلات ما يقول إليه الأمر ما يصل إليه وما هي عقبته إلى أي شيء يصير النظر في المصالح والمفاسد والعواقب مهم جدا الشريعة مبنية على مراعاة مصالح العباد في المعاش والمعاد وتعطيل المفاسد بكافة أنواعها والتقليل منها ولابد قبل ما نفعل أي فعل أن نفكر ما هي المصلحة الشرعية ما هي المفسدة ما هي العاقبة إلى أي شيء يمكن أن يقول إلى أي شيء يمكن أن يصل وتتجه الأمور نحن الآن نحتاج إلى فقه موازنات عظيم وهذا النوع من الفقه تشتد الحاجة إليه في الأحوال الصعبة وعندما تضيق سبل لحلول المطروحة وعندما تصبح قضية فعل أحد الأمرين مهمة جدا ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين من الفقه العظيم لا بد أن نتبصر بالنتائج التي يمكن أن تترتب على الأعمال نحن لا نعلم الغيب لكن هناك تقدير هناك توقع هناك تفكير دراسة قال الشاطبي رحمه الله النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام لاحظوا أيها الأخوة والأخوات بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تدفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك قال الشاطبي وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة